تمكنت السلطات الإسبانية اليوم الأحد من اعتقال مواطن مغربي يشتبه في ذبحه وحرقه ستة أفراد من عائلة واحدة بمدينة سلا وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن اعتقال المتهم جاء بعد شهرين من إشعار السلطات المغربية لنظيرتها الإسبانية بوجود المشتبه فيه في ذبح وحرق ستة أفراد من عائلة واحدة بمدينة سلا فوق أراضيها وجاء اعتقال المشتبه فيه بعد أسبوع من الترصد والتتبع حيث تمكنت الشرطة الإسبانية من توقيفه صباح يوم الأحد في مقاطعة كارسيون بحدود فالينسيا هذا وتعد جريمة سلا الأكثر غموضا في تاريخ المغرب الحديث من حيث التخلص من الأدلة التي تقود إلى الجاني والأعنف من حيث عدد الضحايا ونوعياتهم غوية بريس نحو إعلام هادف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة